أعوذي بالله يا طرجين بسم الله الرحمن الرحيم مالتحليل بي الوحدة الثانية عشر التلوث من بيدات باستيسايد بوليشن ونواصل شرح محتويات هذه المادة والتناول الآثار الغير مرغوب فيها بالنسبة للمبيدات الآثار الغير مرغوب فيها بالليل المبيدات السمية هي حوالي ثلاثة آثار وبشكل عريض نرى السمية العامة الجنراتوكسيستي وتقتل الضار والنافع ذات تأثير سام على كافة الكائنات الحياة منها الضار والنافع تحدث أضرار على الحشرات والكائنات الدقيقة النافعة بطيئة التفكك slow degradation لا تتفكك بسرعة وهذا شيء سيء تبقى لفترة طويلة دون أن تتفكك وبهذا يزداد تركيزها ويصبح الوسط ملوسا ويؤثر سلبا على الكائنات الحية وعلى الإنسان يعني هنا يصدر منها تلوث عندما لم تتفكك بصورة سريعة جدا تنزوب في الدهون فات السولوبول وهذا أيضا شيء سيء لأنه ممكن يدخل في الخلايا بهذه الصفة يزداد تركيزها في الأنسية الدهنية ما يسبب أضرار برغة للإنسان والكائنات الحية الأخرى التي تمتلك أنسية دهنية أيضا من آثار المبيدات على سببت المبيدات الكثير من أمراض بالنسبة للإنسان مثل مرض الكبد والتأثير على الجهاز العصبي والعضوي وكذلك تسببت في كثير من أنواع السرطانات لهذا منعت منظمة حماية التلبيئة العالمية استعمال عديد من المبيدات مثل الديديتي والإندرين والديلدرين والديلدرين ومركبات الزرنيخ القير عضوية أيضا أحد آثار المبيدات الضارة تتمثل في إيجاد أجيال من الحشرات لها مناعة مقاومة عالية وتتصف هذه المركبات بسباتها وصعوبة تحللها أيضا يعني المبيدات إذا لم تحلل بصورة سريعة ووجدت حشرات مقاومة لها إذن لا تنفح في تلك الحشرات والحشرات كلها مقاومة عالية في أيضا هذا النوع سلبي ويؤثر على البيئة